بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته ها نحن في شهر من الأشهر الحرم وهو شهر الله المحرم يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الأشهر الهجرية اتناشر شهر منها أربعة أشهر محرمة شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب فرد مضر يبقى كم شهر؟ أربعة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر رجب فرد مضر رب العز سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر من الأشهر الحرم وحرم فيها القتال ألف لا تظلموا فيهن أنفسكم يبقى نهى عن القتال في هذه الأشهر الحرم وسيدنا النبي لما جاءه واحد من الصحابة فقال له أوصني يا رسول الله أعمل يا عيزة صوم يا رسول الله قال صم من الحرم وترك صم من الحرم وترك يعني أكثر من الصيام في الأشهر الحرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها عل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا نفحت ربنا تتوالى على العباد طوال السنة وخصوصا في الأشهر الحرم وكان ده حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع لنا وسن لنا صيام أيام في السنة يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يوم عشراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية يوم لاثنين كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم لاثنين ولما سئل عن سبب صيامه قال ذاك يوم ولدت فيه وكان يصوم يوم الخميس ولما سئل عن ذلك قال يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض الناس بتخلط بين الأيام البيض هل هي الأيام بتاع شوال ولا الأيام البيض اللي هي تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر لا الأيام البيض هي تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر إنما أيام شوال تسمى بستة أيام من شوال أو بستة أيام من شوال قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صامت دهر كله حسبوها إزاي العلماء قالوا رمضان الحسن بعشرة لما نضرب عشرة في شهر يبقى عشر أشهر وست أيام نضربها في عشرة يبقى بستين يوم يبقى شهرين يبقى كأنه صامت دهر كله بيت القصيد إننا في شهر الله المحرم هيجينا يوم من أفضل الأيام في السنة وهو يوم عاشرة اتسمى يوم عاشرة بهذا الاسم ليه؟ لأن يوم عاشرة هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم يسمى باليوم العاشر يسمى بعاشرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشرة فسأل صيمين اليوم ده فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فصامه النبي وأمر بصيامه صام اليوم ده وقال نحن أولى بموسى منكم ظل سيدنا النبي يصوم يوم عاشرة من سنة واحد هجرية لسنة عشر هجرية في السنة العاشرة قال لئن بقيت إلى قابل يعني للعام المقبل العام القادم لأصومن التاسع هصوم تسعة وعشر مع بعض إلا أنه وافته المنية ولقي ربه صلى الله عليه وسلم فلم يصوم إلا العاشرة فقط إنما الصحابة خالفوا اليهود وكانوا يصومون التاسع والعاشرة معا يصوم تسعة وعشر مع بعض وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشرة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله شوف تخيل معايا نفحات ربنا الأمة تسيدنا النبي يوم عرفة هيغفر سنة سابقة وسنة لاحقة يوم عشراء هيغفر لك ذنوب سنة ماضية فنفحات تتوالى من الله لأمة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم فاصل وهرجع لحضرتك تاني نتكلم عن مراتب صيام يوم عاشرة صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله مراتب صيام يوم عاشرة أول حاجة في الصيام يوم عاشرة إن سيدنا النبي صام هذا اليوم وقال للصحابة فمن شاء صام ومن شاء أفطر يعني إن تليكم الخيار من أراد أن يصوم هذا اليوم فليصوم لأنه سنة على سبيل النتب النبي صابه صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة من شاء صام ومن شاء أفطر طيب لو إحنا هنصوم يوم عاشرة يا عم الشيخ إيه أفضل حاجة صيام يوم عاشرة على ثلاث درجات أول حاجة أكمل الدرجات أعلى درجة أن أنت تصوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر دي أكمل الدرجات وأعلى الدرجات تاني درجة أن تصوم يوم التاسع ويوم العاشر أو يوم العاشر والحادي عشر يعني تصوم يوم عشراء ويوم قبله أو يوم بعده دي الدرجة التانية الدرجة التالتة التي هي أقل الدرجات لو واحد مريض أو واحد مسافر أو واحد بيعمل في عمل وعايز يعني يأخذ الثواب والأجر ولا يريد أن يفوت الصيام يوم عاشراء نقوله يجوز لك أن تصوم يوم العاشر فقط يعني ينفع يا عم الشيخ إن أنا أصوم يوم العاشر فقط آه ينفع تصوم يوم عاشراء فقط ودي أقل الدرجات أقل درجة أنك تصوم يوم العاشر طيب الدرجة الأعلى منها تصوم يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر طيب أعلى حاجة أعلى مرتبة وأعلى رتبة أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وأنا قلت لكم قبل الفاصل أن السيدنا النبي قال في الحديث لأن بقيت إلى قابل لو أنا عشت للسنة الجاية هصوم التاسع مع العاشر ليه؟ ليخالف اليهود صلى الله عليه وسلم لأنه قال لهم كده أول ما جاء إلى المدينة بتصوم ليه؟ قالوا دا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق شوف سيدنا النبي قال لهم إيه؟ قال لهم نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فاحنا نتبع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم الأغر الميمون المبارك إن احنا نصوم يوم عاشراء ويوم قبله أو يوم بعده وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن سيدنا النبي قال صيام يوم عاشراء يكفر السنة الماضية وصيام يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة في رواية تانية قال سيدنا عبد الله بن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشراء كان يتحرى الصيام فيه صلى الله عليه وسلم وهذا الشهر يعني شهر رمضان فزي ما قلت في البداية كان سيدنا النبي حريص على مواسم الطاعات تخيل كده معايا السنة الهجرية بتبدأ بشهر الله المحرم يصوم سيدنا النبي يوم عاشراء وقالها صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا في شهر المحرم نيجي بعد كده شهر صفر يصوم تلات أيام تلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر شهر ربيع أول ربيع تاني جمد أول جمد تاني رجب شعبان كان يكثر من الصيام في رجب ويكثر من الصيام في شعبان وزي ما قالوا العلماء رجبوا شهر السقي ورجبوا شهر الزرع رجبوا شهر الزرع وشعبان شهر سقي الزرع ورمضان شهر حصاد الزرع كان يصوم ستة أيام من شوال كان يصوم يوم عرفة كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس طيب كل ده سوابه وإيه يا سيدنا النبي اسمع حبيبك بقولك إيه في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أقول ثاني قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا يعني سبعين خريفا يعني سبعين سنة تصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يباعد بينك وبين النار سبعين سنة وهنيئا لمن صام تطوعا لله جل وعلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه سئل يا إمام من الذي تحب من الدنيا قال أحب من الدنيا ثلاث إيه هي التلاثة قال الصيام بالصيف وإكرام الضيف وضرب أعناق المشركين بالسيف سيدنا علي كان شجاع كان فارس مهيب رضي الله عنه وأرضاه إكرام الضيف والصيام بالصيف وضرب أعناق المشركين بالسيف فإحنا نكتهد إن شاء الله في هذه الأيام المباركة يوم عشراء جاي في يوم صائف في يوم شديد الحرارة نصوم لأجل أن يجعل الله هذا اليوم ريا لضمئنا يوم العطش الأكبر من تدعي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والشمس تقترب من الرؤوس يوم ربنا يسألك أنت صمت اليوم دليه في الدنيا صمته لأجلك يا رب صمته خوفا منك يا رب صمته طمعا في رحمتك وجنتك وخوفا من نارك صمته اتباعا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فيؤم ربنا يسقيك من حوض النبي يوم الموقف العظيم ترد الحوض على سيدنا النبي وتشرب من كفه الشريف صلى الله عليه وسلم فالسنة نحن نصوم يوم عشراء ويوم قبله أو يوم بعده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم متبعين متمسكين بسنة سيدنا رسول الله ده بالنسبة ليوم عشراء في حاجة أني عايز أتكلم عنها حدث وجلل وأمر عظيم حدث في يوم عشراء لكن هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله في يوم عشراء من كل عام نتذكر هذا اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب صبط سيدنا النبي يعني صبط سيدنا النبي يعني ابن بنت النبي يقال لابن البنت صبط ويقال لابن لابن حفيد يعني ابن ابنك يبقى حفيدك ابن بنتك يبقى صبط رضي الله عن الصبط الإمام الحسين بن علي سيدنا الحسين بن علي قتل في يوم عاشوراء وعايز أصل لحاجة وإحنا في يوم عاشوراء بعض الناس بيعظموا هذا اليوم مش عشان نجى الله فيه موسى من الغرق لا ده بيعظموا عشان قتل فيه الإمام الحسين ونرى بعض الناس يلطمون على وجوههم ويفعلون أفعال لا تليقوا بالإسلام ولا بالمسلمين والإسلام منها بريء وبراء وسيدنا النبي منها بريء وبراء وسيدنا الحسين منها بريء وبراء عقيدتنا نحن الأشاعرة أهل السنة والجماعة عقيدة الأزهر الشريف أننا نحب جميع الصحابة ونحب جميع أهل البيت ونحب جميع زوجات النبي وأم المؤمنين عائشة تاج على رؤوسنا استنا السيدة عائشة كحل أعيوننا استنا السيدة عائشة الحصان الرزان الشريفة العفيفة التقية النقية الوفية البهية الصوام القوام الأواهة الزاهدة الورعة الخاشعة المتضرعة حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق نحب عائشة ونحب فاطمة ونحب الحسن والحسين ونحب سيدنا أبا بكر ونحب سيدنا عمر ونحب كل الصحابة كل الصحابة تاج على رؤوسنا نتقرب إلى الله بحبهم بحب الصحابة وبحب زوجات النبي وبحب أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين سيدنا الإمام الحسين قتل في يوم عاشوراء هذكر لكم موقف من مواقف الإمام الحسين في يوم عاشوراء لما لقيه الفرزدق وقال يابن بنت رسول الله إن القوم أراهم سيقتلوك ويخذلونك إن القوم قلوبهم معك وسيوفهم عليك رضي الله عنه وأرضاه خذلوا الإمام الحسين وقالوا إحنا معاك وإحنا نفعل ونفعل وبعدين خذلوه رضي الله عنه وأرضاه فسيدنا الإمام الحسين رأى رؤيا قبل صلاة الفجر في يوم استشهاده فآمن الرؤيا يبكي فقالت له السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه أتبكي يا حسين أتبكي يا أبا عبد الله فقال إليك عني يا زينب ليس الحسين الذي من الموت يجزع ولكني رأيت جد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حسين يبن الهوى والناس تحسدنا على هذا الجوى من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو سيدنا الإمام الحسين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا حسين مني معروفة ومفهومة أنه ابن بنت النبي أما قول النبي وأنا من حسين فمعناها قالوا لأن الحسين يشبه النبي فقالوا حسين مني وجودا أنا الأصل فيه لأنه ابن بنتي وأنا من حسين شهودا من رآه فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله من قال نور الحسين من المقام يلوح وبروضه المسك الذكي يفوح إني حسبت عليك يا ابن بنت المصطفى يا كنز فيض بابه مفتوح حسين من خيار الخلق طاها وطاها من حسين الأحسنين إذا اشتقنا إلى خير البراية أتيناكم مشاتا راكبين فأنتم منه بالأسرار جئتم وجئناكم فشاهدنا الأمين نظن بأننا نحو المدينة يفوح العطر منكم كيندين فأشبهتم بعطركم رياضا حوت جدا لكم في المرسلين رضينا يا بني الزهرى رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم آله وبكم رضينا أردت أن أؤصل إلى أننا نحب الصحابة ونحب أهل البيت ونترضى عن أم المؤمنين عائشة جزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء ورحم الله الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة وجعلنا معه تحت لواء جده في الجنة اللهم أمين أوصي نفسي ووصيكم أبل الختام بالصيام يوم عشراء وأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وشوف حضرتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة